موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع مجلة The National Interest الأمريكية التي نشرت مقالة لمايكل أهنالون ولسين سيغلار بعنوان سوريا ستحتاج لقوات حفظ السلام حيث أشارا إلى الحرب التي تعصف بسوريا منذ سنوات وقالا بأن الولاد التي انزلقت في المستنقع بحاجة لقوات حفظ السلام بغض النظري عن أي شكل ينتهي به الصراع حيث دعيا فيه المجتمع الدولي للاستعداد لنشر قوات حفظ السلام في سوريا وأشار الكاتبان إلى أن مثل هذه القوات قد تحسن فرص السلام وتجعل المجتمع الدولي وأطراف النزاع في سوريا أكثر وقعية بشأن شكل السلام الممكن وبشأن الخطوات اللازمة لإحلاله بما في ذلك إرسال مساعدات عسكرية للمعارضة السورية وأضاف أن جميع المتغيرات الحالية في سوريا توحي بأن الصراع في البلاد سيشتعل مرة أخرى وذلك ما لم يتواجد كيان الخارجي تحت رعاية الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي وجامعة الدول العربية وأوضح الكاتبان أن حجم قوات حفظ السلام المطلوبة يعتمد على طبيعة وتصميم التسوية المحتملة التي قد تكون على شكل نموذج كونفدرالي ومناطق حكم ذاتي بينما تركز قوات حفظ السلام عملها على المناطق المتداخلة وقال إنه بما أن تنظيم الدولة الإسلامية سيبقى يشكل مصدر تهديد حتى بعد أي اتفاق ولأن المفسدين سيحاولون عرقلة أي اتفاق فإن هناك حاجة لقوات قد يكون تعدادها بألاف الجنود لمكافحة الإرهاب بدعم ومشاركة أمريكية وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى استراتيجية جديدة تتضمن استعدادها للإسهام بقوات عسكرية كبيرة في فترة ما بعد الحرب بسوريا وذلك لتحقيق الاستقرار في البلاد وردع أي خطر على أمن المنطقة وبالانتقال إلى صحيفة ملييت التركية نقرأ مقالا لغنري جيفا أغلو بعنوان ثلاث مشاكل أسياسية قال فيه الكاتب يمكنني أن ألخص الأحداث الجارية والمتعلقة بتركيا بنفس واحد في عشرين مادة من بين هذه العشرين ثلاث مواد فقط هم مفاتيح للعشرين السابقة المادة الأولى خط جراب لوس عزاز الواقع تحت سيطرة داعش فهذه المشكلة ظلت معلقة بين تركيا وأمريكا حتى أن رئيس الجمهورية أردوغان طرح على بوتين في مؤتمر أنطاليا إنشاء منطقة آمنة في هذه المنطقة وإيواء مئات الألف من السوريين لكن رأي بوتين حيال ذلك كما نشره الإعلان كان يريدون مني الأمريكيون أن أعطي هذه المنطقة لحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي بيد أن تركيا أكدت سابقا أن المنطقة الواقعة من غرب الفرات حتى مدينة أنطاكيا هي خط أحمر وصرحت بهذا مرات ومرات للمسؤولين الأمريكيين ولكن حسب الأخبار المتناقلة فإن هدف تنظيم البيدي هو تجاوز غرب الفرات والسيطرة على هذه المنطقة ليضيفها لكانتوناته التي أنشأها أما المادة الثانية فهي العمليات ضد تنظيم البيكيكي لا زالت عمليات قوات الأمن التركي مستمرة بحذر ضد تنظيم البيكيكي في جنوب شرق تركيا وتتقدم ببطء حرصا على سلامة المدنيين في تلك المناطق لكن تنظيم البيكيكي يريد تخريب ذلك بززج شعب الكردي في الشارع لتظهر هذه العمليات بمظهر الحرب الأهلية أما المادة الثالثة فهي الدستور الجديد موضوع النظام الرئاسي وما يتعلق به هو الأمور المهمة لكن الدستور الجديد سيضع المشكلة الكردية على طاولة الحوار ويحلها ولكن بعضها سيحل بتغيرات قاسية بعض الشيء ويختم الكاتب بالقول لن تحصل على أي نتيجة بقتلك للبعوض بل عليك التخلص من المستنقع ونقرأ في صحيفة أقشام التركية مقالا لكورتولوشتاييز بعنوان هل يمكن العودة إلى عملية السلام مرة أخرى؟ قال فيه الكاتب بأن الشروط التي طرحها داود أغلو لعودة حزب العمال الكردستاني إلى طاولة المفاوضات أثناء عملية السلام التي أطلقتها الحكومة في عام 2013 كانت كافية لتثير جدلا واسعا لكن حديث أردوغان حول القضية كافي ليقطع الشك باليقين حيث قال من وقت لآخر يخرج حديث من بين أوساط المنظمة الإرهابية عن حل ومفاوضات أمامهم خياران لثالث لهما إما أن يسلموا أنفسهم للعدالة وينتظرون حكمها فيهم أو أن يسقطوا واحدا تلو الآخر في الحفرة التي حفاروها بأيديهم قلنا لهم لتكن نقلة ديمقراطية فلم يحدث قلنا لتكن بيننا أخوة وطنية فلم يحدث عرضنا عليهم عمليات الإصلاح السياسي فلم يقبلوا حاولنا بكل ما لدينا من قدرات لنأخذ بأيديهم إلى الحياة العامة بكل حب وإخلاص فرفضوا هذا الكلام يفيد بأن الدولة وصلت إلى قناعة بأن عمليات السلام لم تعد مجدية وهذا يساعد على فهم موقف الدولة من هذه العملية حزب العمال الكردستاني يتنكر بثياب الدفاع عن الأكراد والقضية الكردية لكنه في الحقيقة لديه جنحان مسلح وغير مسلح يعملان لتحقيق البرنامج الذي وضعا له وهو تمزيق وتقسيم تركيا وإرحاق الضرر بالشعب التركي الدولة مجبرة على وضع سياسة للتعامل مع حزب العمال الكردستاني بناء على هذه الحقائق المجربة الهدف الذي وجد من أجله حزب العمال الكردستاني لن يجلب لهذا البلد سوى الصراع والموت وإذا أراد حزب العمال الكردستاني ترك السلاح فليتركه لا أحد يمنعه من فعل ذلك ونطالع في صحيفة النهار اللبنانية مقالا لراجح الخوري بعنوان رقم قياسي في التحليق والسقوط أشار فيه الكاتب إلى أنه مع وصول كيري إلى البحرين الأربعاء الماضي كان يكسر الرقم القياسي العالمي بقطعه في أسفاره ومهمته التي حبلته إلى 81 بلد حول العالم مسافة مليون وسبعمائة ألف كيلومتر وهو ما يزيد أربعة أضعاف عن المسافة بين الأرض والقمر ويعادل 96 يوما في الجو ونتيجة الفشل الذريع في كل المهمات التي سافر كيري من أجلها ليترجم دبلوماسية الانسحاب الأمريكي من المسرح الدولي وعلى رؤوس أصابع باراك أوباما التي أتحفنا أخيرا بأنهم مطرب جوقة تقلد رأي شارلز في البيت الأبيض وراقص بارع للتانجو الحميم في الأرجنتين صحيح أن كيري تفوق على كوندليزا رئيس في التحليق وفي السقوط الذي يبرز خصوصا في فلسطين زارها 11 مرة بعدما كانت هيلاري كلينتون قد زارتها 9 مرات وقبلها كوندليزا رئيس 7 مرات لكن النتيجة المؤسفة والفاضحة كانت واحدة دوما فلم تستطع الدبلوماسية الأمريكية أن توقف جرفة واحدة تهدم بيتا من بيوت الفلسطينيين 96 يوما في الجو ولم يستمع كيري إلى الأدعية بقصف العمر تتصاعد من البلدان ال81 التي زارها والتي ربما تسببت له بكسر رجله قبل أشهر وهي أدعية ترتفع حتى من تلك البلدان التي يفترض أن أوباما حقق فيها إنجازات سياسته الخارجية التعيسة والدليل مثلا أنه لا يزال الشيطان الأكبر في إيران أما في كوبا فهو فيديل كاسترو يكتب مقالا يأسخر منه إن الاستماع إلى كلمات الرئيس الأمريكي كان ليتسبب لأي شخص بأزمة قلبية وختام حلقة اليوم مع جريدة حبر وافتتاحية بعنوان صناعة التغيير أكدت فيها الصحيفة بأن الحالة الثورية هي الحالة التي تأخذ زمام الخطوة الأولى لأي عملية تغيير فهي التي تصنع تلك الفوضى أو ما يمكن تسميته عالم الفرص حيث تصبح الأرض متهيئة لجميع ما يمكن طرحه من أفكار أو قيم أو أنظمة جديدة فحالة الهدم الشامل التي تأتي بها الثورات عادة تجعل الحاجة لوجود بدين في ذروتها وتجعل عامة الشعب في أقصى درجة التقبل لكل ما يمكن أن يؤمن له استقرارا بنسبة مقبولة حتى أقل بكثير مما كانت عليه قبل الثورة فالثورة مقلقية للعامة والفوضى غير مرضية وهناك درجة من العبودية تستطيع الشعوب تحملها في سبيل خلق فرص أفضل من الأمان والاستقرار كما أن الخوف من الطاغية يبلغ ذروته عند فئة كبيرة من الشعب ويجعلهم يبحثون عن أي حل لإرضائه يحفظ لهم ما تبقى من الحياة بكل أشكالها ويجب أن نكون مدركين أن الفئة الثورية فقط غير قادرة على صناعة التغيير لأن صناعة التغيير في الأصل ليس من طبيعتها التي تجنح دائما لطرح مستويات عليا من الحلول التي تصل إلى حالة أشبه بالمستحيلة في حيز التطبيق وهذا أمر واقعي بالنسبة لهم ولا يمكن أن يرتجى تغييره بسهولة فدرجة التضحية تفرض عليهم عدم الرضا بالأمور الواقعية بالإضافة إلى أن العقلية التي ترب عليها هي عقلية هدم الفساد الذي يعتبرونه هم فسادا دون أن يكون في مرات كثيرة فساد حقيقي وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر